نروح بقى الجماهير وعقوبة النادي الاهلي والعقوبة كابتنا يسم كانت 50 ألف جنيه والحقيقة احنا مش هنقف عندها كتير لكن احنا فقط لغير هنعلن ان اللايحة او البند بتاع اللايحة بيقول ان عقوبة هي 20 ألف جنيه لسبب واضح ومهم جدا في القانون ان الحكم لم يوقف المباراة لخروج الجماهير على النص اللي كتب في تقرير المباراة ايا كان اللي كتب في النهاية حكم المباراة لم يوقف اللعبة ده طبعا السب الجماعي من الجماهير ضد احد عناصر اللعبة 20 ألف جنيه السب الجماعي من الجماهير ضد احد عناصر اللعبة الذي يؤدي الى يقاف الحكم للمباراة 50 ألف جنيه فالمفترض العقوبة تكون 20 ألف جنيه لا زهرت 50 ألف جنيه فانا برضو مش عارف هل هي مراداة ولا ايه غير طبعا هنتكلم عن عقوبة مسماني بس بالزبط كان وكمان يعني هي 20 ي 50 ويبقى مفروض يوضح في العقوبات هي 20 لعين دي الملعب موقفش لازم يوضح يعني مش 50 وخلاص يعني انا اصدى اقول ان لما بيحصل اي عقوبات لازم يقول تبعا للمادة رقم كذا في لائحة كذا العقوبة كذا ولكن للأسف البيان مش موضح انت بتطلب حاجات غريبة النهاردة كابتن بلش فيه عيده بتطلب حاجات غريبة والله يا فاندي حتى احكام القضاء بتطلع كده يا فاندي منت اللي بتطلب حاجات غريبة بس انا بقول اللي حتى اللي يفهمه العقل يعني اللي طبيعي انت بتسيب الموضوع للاحتمال طبعا على عموم انا ضد اي تجاوز من اي نوع ولكن الحقيقة لسه فيه تبرير تاني والكابتن احمد الطيب كالعادة اللي دايما بيقول النوم الزمالكية ولكن في كل المواقف بتظهر زمالكية وده البوست اللي كتبه كابتن هيسن بيقول احمد الطيب شيكا يشكر حزاء قدم الشمال لحظة خروجه من الملعب لانه سبب سعادة سبب سعادة جماهير الزمالك وبها سجل هدفين في اخر مراتين ضد الالي وكادة ان يسجل التالت اليوم لولا براعة الشناو عدم توفيق بن شرق في المتابعة تسلم شوز رجلك الشمال يا شيكا والحكم الرابع احمد الغندور شاهد على سلامة التصرف والموقف وإلا ده مهم جدا وانت بتبرر لأحمد للشيكا بالا تصرفه هاتل السطرين دول بقى لقبلغ الحكم ليشهر لشيكا الكارت الأحمر حتى بعد خروجه من الملعب الزمالك والآهلي حبايب طبعا دايما الآهلي والزمالك ان شاء الله حبايب ولكن هنا بقى ملقوظة مهمة جدا وهنا مقارنة لازم نتكلم فيها لماذا لم يتم استدعاء أمين عمر لطرد شيكابالا على سوء السلوك وهو خارج أثناء التغيير زي ما حصل بالزبط مع محمد طلعت لعب الانتاج الحربي لما شاور إشارة فيها تقليل من بن شرقي وبسك تقريبا فتم تنفيذ طرده الأول والحكم تم استدعاء الحكم وخارج المباراة وخارج المباراة وتم طرده ثم اتوقف أربع مباراة وغرامة خمسين ألف جنيه هنا السؤال لماذا لم يتم طرد شيكابالا ده سؤال مهم جدا ده أنا عايزة أوضح داك حاجة أتكلامك مليون في المئة صحيح ونقطة مهمة بالعقوبات اللي صدرت النهاردة إذن اتحاد الكرة أو اللجنة المؤقتة اللي بتدور اتحاد الكرة أقر إنه فيه تجاوز من شيكابالا بالزبط صح والانا غلطان هو التجاوز واضح بالزبط يعني أصدقوني إن طالما فيه عقوبات إحنا متفقين مع مختلفين طالما فيه عقوبة يبقى فيه فعل صح والانا غلطان طيب طب لو قلنا لكابتن أحمد الطيب إن الفعل اللي حدثك حطه بينك وصين طلع صح يبقى على كلامك إنت يا كابتن أحمد إن الشيكابالا يستحق الطرد صح والانا غلطان بالزبط ما ده اللي احنا بنقول لكن الكابتن أحمد كالعادة دايما بيحاول يلتف عن الحقائق وأعتقد الحقائق واضحة وأعتقد شفنا صور الشيكابالا والشيكابالا فيه فيديوهات منتشرة على السوشيال ميديا على اليوتيوب تقدر تشوفه بعد ما خرج كمان بيمازال بيشاور على هزاءه تحته بيشاور لجماهير النادي الآلي خطأ كالعادة بيقع فيه شيكابالا زي أخطاء كبيرة بيقع فيها حتى المتحدث الرسمي في رده في أحد المنصات التواصل الاجتماعي أساء لمشجع أهلاوي عشان بيقوله إن أمين عمر إزا مالك ما بيخسرش معاه إزاي بتقوله إن هو أهلاوي طبعا وضع صعب جدا